أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على قناتكم المفضلة وقناة صحة والجمال مع برنامجكم برنامج عائدة رمضان مع دكتور شاري محمد استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم واطفال الأنبيب والحق من الميجاري ومناطير البطن الرحيم إن شاء الله النهاردة هنتكلم على الموضوع يعني على الساحة النهاردة كل سنة طيبين إحنا في رمضان فالموضوع المتعلق بأمراض النساء والتوليد ودائما السؤال اللي بنشوفه دائما في عياداتنا وفي مستشفياتنا أصوم يا دكتور بالنسبة للحوامل أصوم يا دكتور ولا لا النهاردة هنتكلم عن الحمل والصيام طيب هل أصوم ولا ما أصوم أنا هقول الحاجات الطبية وهنحاول نربطه بالجزء الديني وربنا يكرمنا إن شاء الله ونطلع بنتيجة وكل واحدة تقدر تاخد المفهوم اللي هي يقدر يوصلها وبالنسبة لي طيب أولا إحنا عندنا قاعدة فقهية أن هي لا ضرر ولا درار لا ضرر ولا درار دائما والحاجة اللي أنا استنبرتها من الموضوع دول إن إحنا دائما السؤال تيجي تقول لي بس در رمضان يا دكتور بيجي مرة في السن آه وربنا رحيم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى فرائده ونوهين يعني إيه؟ يعني ربنا بدينا الرخصة إحنا بنصلي قصر في السفر دي رخصة ربنا بديهنا الإفطار للحامل والمرضع ربنا دي معاك أنت معاك الرخصة يعني أولا معانا رخصة السير أنا طالما معايا رخصة العربية فنعرف سوق العربية خلاص أنا كده معايا الرخصة أنا بقى أركل العربية وأنا خايف من السواءة ولا لا بس أنا معايا الرخصة فعشان كده زي ما احنا بنقول إحنا معانا الرخصة إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى فرائده ونوهين إنتي حاضرك معاك الرخصة فدي جزء إيه؟ إحنا إنتي حاضرك كده مش آثمة مش متسيبة ولا مفرطة في حد من الحدود يبقى إحنا كده دي مبدأي نيجي نقول بقى طيب أنا أصوم ولا ما أصومش رمضان بيجي زي ما الكلمة الشهيرة قوي رمضان يا دوكتو ده بيجي مرة كل سنة مش هقدر أعوض الأيام اللي بعد كده طيب لأ زي ما رمضان بيجي مرة كل سنة حضرك لو بلغتي عندك 12-13 سنة ربنا قدر لنا إن إحنا هنعيش 50 سنة هيعد على حضرتك 50 رمضان إنما هيعد على حضرتك كم عيل طبعا إحنا في العصر اللي إحنا فيه ده كله الماكسيمم بتاعنا عيلين ثلاث يبقى شفت بقى إحنا لما نيجي نوزن الميزان ونحط 50 رمضان وصوت 3 أولاد لا يبقى لا ضرر ولا ضرر دي الجزئية الأولانية اللي نؤصلها في الأذهان إنتي حضرتك غير مخصرة معانا رخصة إن الله هيحب أن تقطع رخصه كما تقطع فرائده ونوية يبقى إحنا كده خلصنا الجزئية الأولانية طيب نرجع ونقول بقى الصيام وتأثيره على الجسم بالنسبة للحوام طيب إحنا فترة الصيام فترة طويلة جدا من الفجر للمغرب الامتناع عن الأكل والشرب يعني ما فيش سويل كتير طب دايما الستتات تيجي تقول يا دكتور أنا بقدر أنا بصحى منهم وما باكلش وما باشربش أصلا أنا مليش نفسي الأكل أصلا طيب آه بس تكرار الموضوع يعني دلوقتي إحنا اللي قاعد معي إحنا النهاردة صيامنا مجهد عن أول يوم ولا يومين اللي إحنا كنا فرحانين بيوم ليه؟ مع تكرار إن إحنا ما بناكلش ومنشربش عدم وصول السويل بطريقة جامدة خلي بالنا الجوحر الأيام دي يعني إحنا لو قاعدين في بيت ما فيوش مسألة مروحة أو تكيف والجوحر مع فقد السويل الكتيرة ممكن منها بتأثر طيب أنا دايما بقول بنقسم الستات أو الحوامل لتلاتة كاتيجوري لتلاتة أجزاء الجزء الأول الأرقام ظهرت على الشاشة كده اللي عايز يشاركنا في الحلقة سواء موضوع متعلق بالحلقة أو غير متعلق بالحلقة بنقسمهم لتلاتة تلاتة التلاتة الأولاني وهم الثلاثة أشهر الأولى من الحمل الثلاثة أشهر الوسطى من الحمل والثلاثة أشهر الأخيرة من الحمل دول التلاتة زي ما احنا بنقول نيجي للتلاتة تشهر الأولانيين أول تلاتة تشهر دول لو احنا زي ما بنقول دول فترة تكوين الجنين فترة تكوين الجهاز العصبي فترة تكوين الأجهزة فترة تكوين من الأول خالص من البداية من النطفة للعلاقة للمضغة لتكوين الجنين لكس والعظام طيب الحاجات دي أصلا إحنا لما بنيجي في أغلب السيدات طبعا يعني إحنا مش هنقول لأنا أعمم القاعدة دايما والقاعدة الأساسية اللي إحنا قلناها لا ضرر ولا ضرار والقاعدة التانية إن الله يحب أن تقطع رخصه كما تقطع فرائده أنا وهي والجزئية الثالثة أنت أضرى بنفسك يعني أنا عندي عيانين كانوا لسا النهاردة أو مدارح في العيادة أنا كنت فرحان بها قلت لنا صمت أول يومين دخت وما قدرتش فطرت طيب إحنا رجعنا للقاعدة الأولانية لا ضرر ولا ضرار خلي بالك حضرك لما بتيجي أنت ما بيجيش على نفسك أنت بتيجي على كائن تاني يتكون يعني حضرك ما بتضرش نفسك يعني أنا دايما كنت أرد عليهم حتى في العيادة كده أقول له يعني أنا يوم ما بقى تعبان لازم هصوم ظهري للحيطة ما فيش خلاص موضوع منتهي بالنسبة لي إنما حضرتك تعبانة أنت مش هتضر نفسك لا أنت هتضر كائن تاني هو ما لوس زنب في الدنيا غير أن أنت اللي بتحمليه يبقى إحنا أول قاعدة لا ضرر لا ولا ضرر التانية أنت أضرى بنفسك أول 3 شهر إحنا بنفضل للفترة دي يعني حتى في الفترة العادية إحنا طبعا رمضان الجو بتدى يحرر كان في الأول الجو كان كويس لا يمدي بتدى يحرر فلو في حركة كتير وفي السيدة مثلا بتعمل أو بتنزل وإن كان الحمد لله في الظروف اللي احنا فيها قدر الله وما شاء الله يفعل الأغلبية ما بتنزلش الأغلبية فأنت تقيمي نفسك نيجي الثلاثة أشهر الوسطى من الحمل دي اللي أنا دايما كل واحدة بتسألني تقول لي أصوم أو لا أصوم ما عدا ما عدا في بعض الأمراض اللي يعني اللي مريضة الضغط المزمن اللي هو أصلا ضغطها هيزيد أثناء الحمل طيب أنت مريضة الضغط مزمن أو مريضة سكر مزمنة أو تعاني من أمراض الكيلة المزمنة من أمراض الكبد المزمنة أي مرض مزمن ونضيف عليه حمل الموضوع تفاقم شوي فهنيجي نلاقي مع الصيام هنلاقي الوضع تفاقم وما قدرناش نتحكم فيه يعني لما نيجي نقول السيدة عندها سكر وأنا مش متحكم في السكر ده كويس طيب أنا ما عنديش التحكم القوي في السكر ده أصلا والحمل نفسه مزوده وإنت حضرتك فترة الصيام 16 ساعة يعني لو قلنا الفجر من 4 إلى 3 دلوقتي لستة ونصة 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 يعني داخلين فيه 14 ساعة صيام وإن كان أكثر وخلينا صرح العشر ساعات الثانية أغلبنا وإن كان الحوامل يعيني بيعانوا من ذلك أكثر ما بيقدرش يأكل ولا يبشر يعني لو هو عطشان بيقضيها مياه لو هو جعان بيأكل لقمه ما بيقدرش غير تاني لما بيبقى على آخر طبعا الحامل بيبقى الأعراض دي عندها أزيد يعني أزيد من الطبيعي وأزيد من اللي إحنا بنشوفه زي ما إحنا بنقول يبقى عندنا الثلاثة أشهر الوسطى إحنا زي ما بنقول البداية صومي إلا إذا كنت تعاني من الأمراض المزمنة لأ لأ من ده ما فيه السكر ما فيهش ضغط ما فيهش حاجة في الكلا ما فيهش حاجة في الكبد الدنيا ماشي خالص وحمل ماشي طبيعي حضرة الجرابي يعني أنا دايما بقولها أغصوم تعبانا لأ يبقى نفتر على طول طب نيجي بقى الجزئية الثلاثة أشهر الأمرانية والثلاثة أشهر الأخرانية وخصوصا الشهر الأخراني يعني لو في نص من نص التامن كده في التاسعة طيب لأ أول ثلاثة أشهر زي ما احنا قلنا دي فترة التكوين الأساسية للجنين اللي فيها الاحتياج يعني احنا لو كنا رجعنا واللي منكم كان متابعين أثناء ما كنا بندي حلقات هنا لو جينا يعني فترة الأولانية وكيفية متابعة الحمل أول ثلاثة أشهر دي نحنا بنراعي السيدة جدا نقول لها خلي بالك من أكلك وخلي بالك من شربك لأني 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 طب لأ دي احنا سحبنا الأكل والشرب منك 14 ساعة وخلينا سرحة مش هنقدر نعوض في العشر ساعات اللي بقين اليوم كل أنا دايما كنت تنصحهم أقول لهم نصوم أول يوم تفريح كده مع العيلة وربنا يسر الخير إنما عشان نكمل هيبقى الوضع صعب إلا إذا كانت الست مصرة وحاسة لا أنا كويسة دكتور وصحتي ماشية في بعض السيدات هي بترجع كتير مثلا أو هي اللقمة دايما وقفلة على صدرها ما بتاكلش كتير أو نظام نومها مختلف شوية يعني هي بتنامس ساعة 7-8 الصبح وبتصحى على المغرب أو بعد العصر بحاجة بسيطة لا دي يعني خلاص بقى ما فيش ولكن احنا يجب أن نكون دقائقين يجب أن يكون هناك متابعة جيدة في الفترة دي يعني حضرتك روحتي قبل للصيام الدكتور قال لحضرتك ما تصوميش وانت صمت أو قال لحضرتك صومي وانت صمت يبقى بعد عشر تيام زي النهار ده كده الأيام دي ما هو ده اللي بيحصل دلوقتي في الأيام دي إن بعض السيدات بتيجي تقول لي لا أنا جاي أطمن على الجنين لا الجنين ما بتحركش لا طب إحنا لو أنت مصرة وجايين على نفسنا يبقى خلينا يوم ويوم بس يعني النصيحة إن احنا مش هنفطر يوم ونصوم يوم ولاقي حضرتك في اليوم اللي حضرتك فترانة فيه احنا ما أكدناش ولا شربنا حالة خلص لا إحنا مش بنفطر عشان يبقى اسمنا مفطرين لا إحنا بنفطر عشان يبقى فيه سوائل عصاير فكهة خضار أكل وصل للبيبي وللجنين أما بالنسبة للثلاثة أشهر الأخيرة أنا يعني بقسمها برضو مصين الشهر السابع ودوا برضو احنا بنرجع ونقول للسيدة يعني أنا يعني ده قاعدة شخصية مش عامة جربي ويعني الميزة والحاجة اللي موجودة من الشهر السادس يمكن أو من السابع إن احنا بنقول للسيدة تبقى حركة الجنين متابعة جيدة يعني إيه يا دكتور يعني إنتي إحنا عاملين ده قبل كده بنبقى متابعين حركة البيبي الحبيبي ده بيتحرك كل 12 ساعة خمس ستة حركات طب إنتي تبقى إيه الحركة بقى فترة الصيام والفترة وفترة الإفطار طب لأ ده العين نايم خالص ومسطح لا إيبقى هنفطر لا طب ده الحركة كويسة وأنا متابعة جيدة وروحت عملت الصنارة عند الطبيب ولقيت الدنيا كويسة معنا اتصال ومو حبيبة تفضلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي طيب أقول لحضرتك ما فيش مشكلة ومو حبيبة بتسألنا عن زيادة الهرمون اللبن أو زيادة إضرار اللبن للسيدة المرضع طيب في حاجات طبيعية وحاجات أدوية معينة الأدوية المعينة دي ممكن حضرتك تكلميني بعد الحلقة أقول لحضرتك لأنه مينفعش أسباق تجارية على الهواء إنما الحاجات الطبيعية اللبن ده عبارة عن مخرج من مخرجات الجسم معنا مين؟ مدام سارة ولا أستاذة سارة تفضلي أيها تفضلي الاتصال قطع طيب تحاول تتصل بينا ثاني أستاذة سارة فإضرار اللبن فيه حاجات طبيعية وحاجات كيميائية اللي هي عبارة عن الأدوية وإن كانت حتى الأدوية اللي احنا بنديها هي بتصب في الآخر في الجزء الطبيعي يعني أغلب إضرار اللبن زي ما السيدات مش الموروث الشعبي الموروث الشعبي اللي موجود كلي حلاوة شربي حلبة طيب إحنا لو هناخد الموروث الشعبي الموروث الشعبي ده صحيح على فكرة بس يجب أن نأخذ الحكمة من ورائه يعني إيه الحكمة اللي جيّلنا من وراء إن إحنا ناكل حلاوة نشرب حلبة إن كل ده يساعد يعني الحلاوة أو يساعد على شرب سوايل كتير مع أكل غذاء كتير كل ده يكون لنا لبن أكتر أمم محمد من لقصر تفضلي يا أمم محمد تفضلي يا أمم محمد على السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سمحت ممكنك يا دكتور أسألك بس عن سبب سبب الحملة خارج الرحم سبب الحملة خارج الرحم ماشي هرد على حضرتك دلوقتي يعني سبب ممكن حقا التفجيرية دي لا مش مرتبط بها خالص وملوش علاقة بيها أنا هرد على حضرتك يا أمم محمد يبقى نخلص مدام أمم حبيبة كده اللي هي سألتنا على إضرار اللبن يبقى ناكل كويس نشرب سوايل كتير وخصوصا في الحردة لأن ده مخرج من مخرجات الجسم أول ما السوايل والأكل كتير داخل هيخرج لبن زيادة إن شاء الله ثانيا نحط البيبي على سدرنا كتير حتى لو ما فيش لبن لأن إضرار اللبن بالموروث الشعبي يقول لك إيه السدر بيحن هو مش بيحن يعني لسه النهاردة كانت عندي عينة في العيادة تقول لي أنا حامل في الخامس لما بحط ابن أختي الصغيرة على سدري ألا إيه جايب لبن هو ارتباط عطيفي سبحان الله هي يعني فطرة من عند ربنا إن السيدة سدرها أو الثادي بتاعها بيبتدي مع الاموشنال الحاجات العطفية بيستجيب للمؤثرات فنحط البيبي على سدرنا كتير نيجي لممحمد من اللقص الكاب بتقول لنا إيه أسباب الحملة خارج الرحم طيب أولا ده قدر ربنا خالص هل في حاجة تمنعه لأن لو في حاجة تمنع الحملة خارج الرحم ما كناش عملناه يعني هو لو ليس دايما القاعدة اللي أنا بقصّلها ولو تفتكروا في الحلقات معنا الحاجة اللي ليها سبب واضح ليها علاج واضح يعني عندي دور برد أنفلوانز طيب ده سببه كذا بكتيريا كذا فيروس كذا فبديله علاج كذا سبب واضح إذن العلاج واضح أما الحملة خارج الرحم هي في بعض الأشياء التي تساعد على حدوث الحملة خارج الرحم ليس منها اللي حضرتك قلتي الحقن التنشطية لا تركيب اللولب بيزود بيزود هما وجدوا أن الست سيدة اللي مركبها لولب عرضة للحملة خارج الرحم أكثر من غيره السيدة التي تعاني من التساقات في الأنابيب يعني إحنا لو شرحنا التساقات الأنابيب هتلاقي أنت كده خليتي الأنبوبة بدل ما هي عبارة عن خرطوم متواصل لا فيه كينك أو إعوجاج في الأنبوبة ده ممكن يسبب الحملة خارج الرحم حدوث قبل كده عملية لو حصل قبل كده حمل خارج الرحم وارد أن يتكرر لأنه بيبقى حصل التساقات شريدك داخل الحوض يبقى ده إنما السبب واضح لا ما فيه سبب واضح يعني ما فيهش حاجة هقول لحضرتك تلافيها عشان نبعد الحمل خارج الرحم لا ده مش هنقدر نوصله لحضرتك أو نقولك أنه فيه حاصل أستاذ محمد من المينيا تفضل يا أستاذ محمد هاي بيه تفضل أول أسبوع في التالت أول أسبوع في التالت الحمل يعني آه أول في البحث في التالت آه فراحت عند الدكتور أعطيها درشان إيزا كارد بخمسة والتبعين تمام تمام من بعد كده رح حصل لها ورم وده حدث تنفس وده وتعب في المعدة مم وروحنا عند الدكتور تالي جل جل عالي حسين إيزا كارد تمام هي أصلا عندها كم سنة أستاذ محمد يعني 28 ده أول حمل ولا عندها عيال أبليكات طيب يعني كان هو ده اللي بيحصل لها في كل حملة قبل كده ولا ده استجد المرات إحنا ممكن بنوطي التلفزيون خالص وكلمني من التلفون على طول يعني اللي حصل ده استجد ولا كان موجود في الحملين اللي قبل كده ما حصلش يعني ده استجد طيب في الفترة الأخرانية ما حصلاش أي تعب في القولون ولا حاجة طيب تمام أنا هرد عليك معنا محمد من الأسر تاني هي محمد من الأسر من الأسر السلام عليكم السلام ورحمة الله تفضلي محمد من البحيرة من البحيرة تفضلي لو سمحتي يا دكتور أنا حامل خمس ايام في التامن كده خمس ايام في كم؟ في التامن في التامن تمام وعملت الحليل الهوموجلوبين طلعت لنثبته عشرة عشرة وتسعة من عشرة عشرة وتسعة من عشرة طيب نسبة الصفايا الدموية كنت قد إيه؟ مش عارفة الصراحة والله طيب لو أنت هوموجلوبين بس عشرة وتسعة من عشرة تمام أنا قمت بالأول عشرة أيام يعني بحس بدقة بسيطة طبع الحركة بتاعت الجنين يعني في سعة الصيام بتبقى حركة وضعيف تمام بس بعد نصر بتبقى الحركة بترجع قوية تمام أنا يعني في الميت كده يعني إزاي تطمن أني جنيني كويس من غير معمل الكشف ولا يعني حضرتك تنصحني إنه أصوم ما أصومش عزل حضرتك ووضحني طيب خلاص أنا هارد على حضرتك كده نقول لممه محمد في اللقصر إحنا قلنا أسباب حمل خارج الرحم ولو حضرتك عندك يوتيوب ممكن بتخش على الحلقات تكتبي دكتور شاني محمد حمل خارج الرحم وهتلاقي الحلقة كلها وعملنا هنا في الصحة والجمال برضو أستاذ محمد المينيا اللي حضرتك بتحكي عليه ده طبيعي عندها حساسية من الإيزا كارد يبقى مش هناخده و هنبطله نسبة الهضب لازم نبقى عارفين إن الهضم أثناء الحمل بيقل لإن هرمون المسيطر على الحمل يجمع هرمون البروجسترون وهو عبارة عن هرمون سموث مصر ريلاكسنت يعني يا دكتور يعني بيعمل انبساط في العضلات اللا إرادية اللي منها السيدات كلهم هيسمعوني دلوقتي دايما بشهق عشان أخد نفسي لإن عضلات التنفس دي عضلات غير إرادية بتلاقي نفسك لازم تعملي إفورت أو نبقى حاجة فولانتري حاجة إرادية إن حضرتك لازم تحركي عضلات التنفس منها الهضم بقى مين ومؤنس منين أسوان أهلا أسوان أسلام عليكم يا دكتور عليكم السلام أتفضل يا أمؤنس آه يا دكتور لو سمحت أنا أنا والدة من 9 شهور تمام ومركبة لولد تمام بس يا دكتور يعني من ساعتما ولد ما فيش دورة نازلة عليها خارف كانت بس دلوكتيبة جالها 3 شهور يعني تيجي مثلا كل أسبوع مقتتين وتطلق وتمشي تمام تمام فكنت عايزة تضمن دي حاجة طبيعية يعني ولا هو شخص هارد على حضرتك كده ما فيش مشكلة أم صارة من لقصر أم ثروت من لقصر تفضلي يا أمو ثروت ألو أيوة تفضلي مع حضرتك أنا دكتور حامل في آخر الخامس وما صمتيش طيب خلاص يبقى إحنا زي ما قلنا في الحلقة معنا الرغصة نفطر تمام إيه السؤال بقى؟ لا ما فيش أي حضرتك أفطر هذه آه تفطري حضرتك حضرتك معاك الرغصة وعلينا القضاء عشان برضو في بعض صيدات إحنا كده بقى يعني حتة يعني دينية إحنا علينا القضاء ما عليناش الفيديا بس يعني إحنا مش هنطلع فلوس أو نطعم مسكين لا حضرتك عليك القضاء اللي بيطلع دوا اللي عنده المرض المزمن زي مريد مثلا جلطة مريد قلب مريد اللي هو أصلا هيكمل بقية عمره مش هيقدر يصوم إنما حضرتك إحنا عندنا عرض أطقط على التصال إحنا عندنا دايما بيبقى لما يبقى العرض مش كامل يعني عرض مش غير مستمر عرض زي ما نقول طارق الحملة عرض طارق طب لأ أنا تعبت دلوقتي وحصلي مثلا حدثة ولازم هبقى في المستشفى فلا قدر ألاي يبقى ما هيعد علي رمضان ده أنا مش هقدر أصوم إنما علي القضاء بعد ما أقدر أفوق وأقوم على نفسي وبقى كويس إنما بقى لأ واحد عنده سكر مزمن عنده جلطة عنده 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 لا يبقى لحضرتك ده كده إحنا الصيام دخلنا حاجة خطر على الصحة يبقى أنت حضرتك كده عليك أن أنت تطعم المساكين أو عليك الفيدي نيجي بقى إحنا قلنا كنا بنكلم مع أستاذ محمد من المينيا على الهضم الهضم دو بما قلنا إحنا بيضعف جدا 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 في الحمل بل أنت بتحكي عليه حاجة طبيعية ما فيهاش أي مشكلة إحنا بس كل هنسحبه هنسحبه الإيزا كارد ونحاول زي ما إحنا دايما بنقول الحامل زي مريض السكر بتاكل عدد مرات كتير كل مرة كمية قليلة حضرتك ما تشبعيش إحنا بناكل زي الأطفال الصغيرين لقمتين ونجري لقمتين ونجري وده طبيعتنا على طول كتر هتلاقي الدنيا هديت معاك ومع بداية الرابع الدنيا بتبتدي تنتظم شوي وأم محمد من البحيرة كانت قالت إن أنا نسبة الهومجلوبين عندي عشرة وتسعة من عشرة فهل إن إحنا كده أصوم ولا ما أصومش إحنا زي ما قلنا حسب إحنا قسمنا الحامل الثلاثة كتير إنتي حضرتك قادرة تصومي هتتكري على الله وهاتصومي مش قادرة يبقى إحنا زي ما احنا بنقول هنفطر ومعنا الرخصة زي ما احنا قلنا لأم صاروات أم صهيل من اسكندري صهيل صهيل ولا صهيل صهيب صهيب ربح على البايع وأبا يحيا ماشي بقول لحضرتك أنا حامل دلوقتي في بداية الشهر التالت بداية الشهر التالت دكتور قال أنت حامل كتاء أنا دلوقتي أعايز أعرف لو السيوم ممكن يؤثر على الأجنة اللي موجودة طبعا إنت حضرتك صعب طهنة يعني إحنا بنقول هو من التأثير يا جماعة ما بيبقاش واضح يعني إحنا ما نقدرش ما فيش دراسات تعاملت قوية يعني طبعا إحنا عارفين إن الدول الإسلامية يعني لحد ما متأخرة طبيا شوية فما عندناش دراسة عاملت إن الحوامل اللي عادت حتى ولا 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 أي تجربة عاملت ما فيش مفيش مفيش عباية أو الفستانة اللي السيدة بتلبسه إحنا أنا بتكلمه عشان تخصصي طبعا كله بالنسبة لك إنه سيدات هو عامل زي العباية أو الفستانة اللي حضرتك بتلبسيه إحنا بنترزه على حسب مقاس كل واحد إنت حضرتك زي ما قلنا نفس القاعدة اللي عندنا حضرتك سومي وجربي مشت الدنيا يا مصهايب مشت وإن كان حمل فتوأم في البداية صعب الدنيا خطس ده هي إحنا إحنا لما بيجي لوحد حمل فتوأم يعني لسه كانت حمل فتلاتة مبارح ما شاء الله ولا يموت جمعة كنا بنعمل لها ربط مش قادرة هي نفسها مش قادرة تصل بطولها هي نفسها مش قادرة تصل بطولها طيب إحنا لما هي مش قادرة تصل بطولها طيب دي لما هتصوم إيه اللي هيحصل يعني إحنا كل واحد هو نفسه طبيب نفسه في الموضوع ده إنت حديث تكوني صدقا مع نفسك إحنا صوم جربي وعندنا على فكرة يعني الحاجة البعيدة عن الذهن يعني إحنا مش لازم نفطر رمضان كله مش لازم نصوم رمضان كله يعني إيه يعني أنا بقول مثلا لو حديث يوم ويوم أصوم يومين ورا بعد أنا النهاردة صحية كويس أصوم يومين ورا بعد وفتر يوم لا ده أنا أصوم تلات يام وفتر يوم يبقى إحنا إيه أخذنا الميزة وأخذنا أن إحنا مستريحين وحاسنين إحنا الدنيا كويسة بس يعني برضو كسرنا حدة هي المشكلة اللي معانا في الجزء التراكمي إحنا النهاردة غير بكرة غير بعده غير بعده غير بعد عشر تيام غير بعد عشرين يوم بيبقى فيه إجهاد جسدي وخصوصا إذا كانت الفترة اللي بعد الفترة ما فاش أي تعويض إحنا بس بننصح الحوامل إنتي حضرت أخذتي قرار الصيام يبقى من بعد المغرب لغاية الفجر إحنا بنشرب ماي كتير بنشرب عصير ناكل فاكهة يعني أهم حاجة الحاجات اللي تعوض لنا الفترة وخصوصا الأملاح واللي هي الفكهة والخضار طول ما إحنا قاعدين نخلي الفترة دي هي فترة أكلنا المهمة طيب أم مؤنس كان بتتكلم من أصوان على أنا والدة بقالي تسعة تشهر ومركبة لولب وما فيش أي حاجة بس فيه نقطة بتاعت تنزل مع عدم تصمد دورة طيب حضرتك إحنا هنعمل صنار على البط أستاذة رحمة تفضلي أستاذ السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بقول له هدعتك أنا حامل في أول أسبوع في الشهر الثاني أول أسبوع في الشهر الثاني أه بس أنا حامل بحقني مجهري تمام أنت ملكي الصيام خلص تمام بس فهو الدكتور طالب من في آخر الشهر الثالث إشعة ربعية الأبعاد بتقول له عشاني بيّن تشوهات الجنيه يفي الإشعة في الشهر الثالث ممكن تبيّن فعلا أنه تشوهات في الجنيه ولا لا أفضل وقت للأشعة البعد الرباعي من الأسبوع الثمنتاشر للأسبوع الثانيين وعشرين يعني من أواخر الرابع لنص الآخر الخامس يعني نقدر في الشهر الخامس ده أفضل وقت لأن لو حديك عملتها في آخر الثالث هتروحي تعمليها الدكتور اللي هيعملها لك هيقولك تعليلي بعد أسبوعين تاني نتطمع نكرر طيب معلش وطالب مني برضو فيه تحليل طالبها مني أنا عملتها حاليا اللي هي بقوله بتبين أن الأطفال اللي عندهم قدرات خاصة برضو التحليل دي بتبين المشروع دي آآ آآ في بعض التحليل اللي هو يعني يعني هو إحنا عندنا تحليل برهم بيقولوني عشان اللي عندهم يعني الأطفال اللي بيبعثهم آآ اللي هو الطفل المغولي اللي هو بيبقى تريوزهم آآ هي التحليل دي فعلا تبين لقدرات في بعض التحليل بتبين بس يعني إحنا عندنا تاريخ مرضي للموضوع قبل كده في العيلة لا 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 ما عندناش وسألوني الأسيرة دي بس لا ما عنديش خلاص طهال ما ما فيش تاريخ مرضي يعني دايماً إحنا عندنا قاعدة أساسية في الطب ودي قاعدة إحنا بنتعامل معه ما يجري عليه العادة هو ما تجري عليه العادة يعني أنا دايماً عشان هو يعني يجوزي بقى ابن عمي يعني قال أنا من كده يعني لا قال أنا من كده حضرتك آخر الرابع نص الخامس هنروح أنت حضرتك ساخنة فين من محافظة إيه أنا من إسكندرية من إسكندرية هنشوف مركز كويس كده في إسكندرية يغلب على ظننا أن الدكتور اللي قاعد على الجهاز بيعمل أشعة بعد رباعي قوية هو هيفصصولك ومش محتاجين التحليل لأن هو التحليل اللي بتتعمل في بعض الحاجات تظهر في الصنار أن الطفل اللي أنت حضرتك بتقولي عليه ده ممكن بعد هو لا قدر الله لو شك أن الطفل ده بيعاني من كده يبقى أنت حضرتك تلجأي للتحليل بعد كده دي الخطوة الثانية إنما ما نعملش كله مرة حضرتك يعملي الأشعة البعد الرباعي آخر الرابع نص الخامس دي كده هتبقى الدنيا مزبوطة مع حضرتك معنا أم مكريم فضل يا أم مكريم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله إزاي يا دكتور إزاي حضرتك أقول لي حضرتك يا دكتور أن وغدا شريط البرشام اللي هو بيمنع الدورة يعني لسه وغدا بقى لي ثلاث سيار عشان أصوم الشهر كله يعني القاعدة الأساسية تمام فعايز أعرف له أضرار يعني بيعب ماء في الجسم أو حاجة طيب أنا هارد على حضرتك دي من الحاجات الأساسية وبعد ذلك يا دكتور أنا عاملة ربط والربط ده بيعمل لي احتقام لا عاملة ربط في إيه ربط اللي هو ربط اللي أنا بيبدأ عشان مخليكش تاني عم تمام آه تمام طيب هارد على حضرتك أنا دلوقتي لا هو أهوجي ده من الملاحظ يعني المفروض طبيا أن ما فيش حاجة طيب إحنا كده ردين على كله معادة أمه أنس من أسوان طيب نخلصها الأول هي قلنا لها نعمل صنارة على البطن عشان نتطمن إن اللولة في مكانه وممكن بيقى فيه احتقام في بطنة الرحم هي اللي بتنقط لنا النقط الخفيفة ردين على أستاذ الرحمة أمه كريم إحنا دلوقتي هنرد عليها هي كانت بتقول زي ما أمه كريم كانت بتقول إحنا بنتكلم هي عاملة ربط الأنابيب إحنا وجد أن إحنا لما بنعمل ربط الأنابيب السيدات بيعانوا أنا مش عارف هي سيكولوجيا إحنا المفروض طبيا ما فيش حاجة زي دي لأن إحنا لما بنربط الأنابيب ما فيش حاجة يعني يعني ما فيش حاجة طبية تقول لي إنه ممكن يعمل احتقام لأن أنا الدورة الدموية بتبقى غزيرة جدا في الرحم وفي الأنابيب وفي المبايد فأنا زي ما بقول لح حضرتك يعني ما فيش حاجة طبية ولكن إحنا وجدت بلا استثناء كل اللي بنربطها تقولك أصلا عندي وجعة أنا مش عارف هو سيكولوجيا هل السيد بتبقى عندها يعني تعب سيكولوجي فهو مؤثر في ذلك وخصوصا إن إحنا بنبقى عارفين إحنا كتاكاترة إن الريفرد بين أو الألم اللي بيظهر ما بيبقاش مطرح ما ست بتشاور تقولك أصلا الحتة دي وجعاني هي عشان عارفة إن الأنابيب هنا بس المفروض الألم بتاع الأنابيب ما بيسمعش هنا بيسمع الريفرد بين بتاعه في حتة تانية معانا المعابير تفضلي أيوة تفضلك الله إزي حضرتك يا دكتور بفضل الله كويس اللهم لك الحمد واشر الحمد لله كنت عايزة أسأل حضرتك بس على حاجة لبنتك تفضلي دلوقتي بنتي هي معاها طفل عنده سنة وخمس شهور وهي بتصوم مشهدية وتفتر عشان الرضاعة هل هو ده يعني إيه حرام ولا إيه نقول لحضرتك بس أنا برضو ماشي أرد على حضرتك بس الحرام في حاجة برضو عايزة أقولها حياتك عليها هي دلوقتي بتاخد البرشام اللي هو المشتورة بتاع منع الحمد تمام هل هي ممكن يا دكتور أنا بسمع ده من ناس كتير هل هي ممكن تحمل عليه طيب تمام هنقول ده هرد على حضرتك طيب متشكرين لحضرتك إسلامي ربنا يعزك ورفعي نرد على أمو كريم نخلص بقى طيب عشان الحركة دي بتضيقني جدا يا جماعة بتضيقني جدا ربنا كتب على بنات آدم الدورة ربنا كتب على بنات آدم الدورة ربنا كتب على بنات آدم الدورة ما تجيش حضرتك تستاسكي يعني أنا باعتبرها كده زي بالزبط يعني زي بالزبط اللي بيحرم ولاد أخوه من المراس ولا ولاد أخته من المراس ويكتب كل حاجة بإسم عياله وبتاع ده أنا باعتبره زي هي السيدة اللي بتاخد حبوب منع الحمد بتقول بلسان الحال وليس لسان المقال لسان الحال أنت مش فاهم يا رب التأسيمة اللي أنت عاملها أنت مش فاهم أنا عايزة أصوم رمضان كله أنت إيه اللي مخلهولنا كتب أنت شمعنا الرجالة هي اللي بتصوم أنا عايزة أصوم كله فبلحم الشرايط مع بعض عشان أكمل سيام رمضان لأ ده أنا أعتقد كده هو ده لسان الحال بتاع هذه السيدة بتقول لربنا استخفى الله العظيم أنت مش فاهم أنا اللي فاهم أكيد ربنا مقدر الدورة دي وحططها على بنات آدم عشان هو جسمها ما يستحملش الصيام للتلاتين يوم سيكولوجيتها ما تستحملش الصيام للتلاتين يوم فأكيد هو بيفصل بدا أكيد وإحنا معنا إيه أستاذة إيمانة تفضلي أعلى أيها تفضلي أيها تفضلي أيها تفضلي مع حضرتك يا مده أيها دكتور أنا عندي ورم في الرحم ورم ليه فيه لا ورم قبيش في البطانة ولا في العضلة الرحم نفسها فعونك الرحم فعونك الرحم أنت حذيك عندي كم سنة عندي ثلاثين سنة وحملت وصجّط عندي ثلاثين سنة طيب عملت إيه طيب؟ أنت إكتشفوا أنه عندك ورم خبيض في عونق الرحم عملوا إيه؟ عملت وصجّط خمس مرات من العونق الرحم ده تمام وخدت إتماوي دلوقتي بقولولي أنا مش عايز أشيله عسل نتفق أطراف لا ما فيش حاجة اسمها كده طيب أنت جريبك يعني طيب أستاذا حذيك أنا هستنى تليفونك بعد الحلقة وهرد على حضرتك لأن الوضع مختلف ما فيش حاجة كده برضو ده كده لا ضرر ولا ضرار أنت حذيك كده ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك أنا أعرف بس الدرجة بتاعت حضرتي كام وأنتناقش مع بعض أستاذا دعاء سلام عليكم يا دكتور عليكم السلام تفضلي كنت عايز أسأل حضرتك بس أختي حابتك حامل فيها شهرين تمام وفي كيس على برر الرحم بس هو حابتك يعني الحل ده يمنع مثلا هو يوصل له وزح كيس على المبيض يعني أصدر حضرك فيه كيس على المبيض أيها بالضبط كده الكيس العلماء بيديه حجمه قد إيه وكيس مية ولا دم ولا كيس شوكولاتي ولا 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 هو كيس مية حجمه قد إيه لا حضرتك مش عائفة هو يعني موجود طيب هو مبدئيا هو ما لهش أي تأثير على الحمل لأنه لو ليه تأثير كان منع الحملة من الأساس بس هو طبعا لو حجمه كبير شوية بيدايق بقى في كل ما الحملة يكبر بيدايق لأن الرحم بيكبر معا تمام بس هو حضرتك يتحمل شهرين لأ ما هو شهرين ما بقول لحضرتك هو هو كل ما هيكبر لو هو الحجم كبير بتاع الكيس فكل ما الرحم هيكبر هيؤثر في هذا الكيس حضرتك بس يعني هو يعني النبض ما شغاله ويبقى يعني نموص على الطفل كوي آآ آآ مالوش علاقة هو مالوش علاقة بالدورة الدموية بتاعت البيبي دي ما لهش علاقة بأي أكياس على المبايد تمام بس هو حضرتك قدرو شهرين ونفس النبض يعني ما زبرش الكيس ده ده إيه؟ لا ده مالوش علاقة ده حضرتك احنا بندور على أسباب تصومي ستة وعشرين وتفتري الباقيين يفضل ان احنا ويعني يستحسن ان احنا حضرتك ما نلحمش الشرائط في بعضها وما ناخدش حبوب ما ننحمل عشان نمنع الدورة ونصوم رمضان كامل نيجي المدام اللي كان بتقول ان بنتها عندها سنة ونوء الولد عنده سنة ونص تردع ولا لا؟ وهي بتاخد برشام هتحمل على البرشام ولا لا؟ طيب الرضاعة بتاخد نفس وضع الحمل وإن كان أقل حدة طبعا هو سنة ونص حضرتك أكيد ما بيرتعش بس ده أكيد بيأكل كل حاجة دلوقتي إذا كانت مامت بتديله رضاعة ولا اتنين فما أعتقدش دي تؤثر التأثير القوي في الأمة فأعتقد هي احنا أقرب وميالين للصيام وإن كانت هي أضرب نفسها برضو يعني هتصوم وتجرب وتشوفه إن كان هي أضرب ولكن سنة ونص يبأكيد الولد ده بيعتمد أو الجنين أو الطفل بيعتمد على حاجات خارجية فممكن أثناء الصيام كله هي ما تدنوش حاجة تفتر تبتدي تردع وبرضو هي تقيم نفسها وتشوف الوضع هل ممكن أحمل على البرشام؟ أه ممكن أحمل على البرشام أنا دايما بحظر وبضحك في العيادة وأقولهم كده ما فيش غير وسلتين اللي هم مية مية هذه السيدة ما حصلهاش حمل السيدات تقول لي إيه إيه طب يا دكتور طب هم حلوين إيه هم؟ قولها هم وسلتين وهلهمش تالي لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله تشيري الرحم لا مش هنحمل أو لا نفصل عن الزوج مش هتحملي برضو هم دول الوسلتين اللي مية مية برشام نحمل عليه حؤن نحمل عليه لولب نحمل عليه الباتشات نحمل عليه الكابسولة اللي بتحطي تحت الجلد نحمل عليه كل الوسائل ليها نسبة فشل طب أحسن وسيلة إيه؟ من الدراسات والأبحاث وجدوا أن أفضل وسيلة مع أقل نسبة فشل أو أقل نسبة حدوث حمل عليها هي حبوب منع الحمل لو انتظمنا فيها وأخدناها في وقتها وفي كل حاجتها نرجع للموضوع تاني الحمل والصيام طيلا عايز يتصل هيلاء الأرقام على الشاشة وممكن يتواصل معنا الحمل والصيام نصوم ولا ما نصومش نلخص اللي احنا قلنا النهار لا ضرر ولا ضرار إن الله يحب أن تؤتى رخص وكما تؤتى فرائد ونواهي قيمي نفسك أنت أدرى بنفسك أنت طبيبة نفسك ينفع ولا ما ينفعش دي حاجة أنت اللي ترجعي يعني أنا ممكن كطبيب أبقى قاعد على الكرسي أقولك صومي طب أنت حاسة أنت تموت وانت بصومي لا نفتر معنا أمو ياسين من الأكسور أمو ياسين من الأكسور تفضلي تفضلي لأ حضرتك وطي التلفزيون خالص وكلميني من التلفون تمام تفضلي يا أمو ياسين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا دكتور أنا كنت حامل من شهرين كده فالدكتور قال لي الحمل ضعيف ومش بعين تمام ثم بعد كده رح قال لي عملي تحلير باني إن أنا حامل بعد كده قال لي ده حامل خارج الرحم طب تمام بعد كده رح قال لي ده ما معلوش علاج غير العملية بعد كده رح نزل لوحده قال ده يسمى خارج الرحم ولا لا وده معنى ذلك إن أنا لم يمكن يكون عند التساقات في الأنبيب ولا لا برد تمام هارد على حضرتك في كل ده أسماء مقاهرة بالمر تمام تفضلي يا أسماء مقاهرة تفضلي أستاذ أسماء أيوة دكتور أيوة تفضلي مع حضرتك بقول لك حضرتك أنا 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 قد بق لي سنة كنت حامل الوصاقط تمام أيوة مع حضرتك أنا بسمع أنا بترجب محلومات بسمع تمام من بعد الساق ما حصلش حامل حضرتك عندي كم سنة؟ بق ليس ما كدو محففظ عندي كم سنة؟ 22 22 متزوجة بق ليه ح� degli أخاطراتك؟ بق لي سنة سنة ده كان أول حمل يعني معندناش أطفال آه أول حمل ده خلنا قط العمليات وعملنا تنظيف ولا حمل حاجة? نا. تمام. الزوج عنده كم سنة? نزل بعد سهر كده. الزوج كان عنده عنده كم سنة? عنده تسعة وعشرين. تسعة وعشرين. حملتي شهر? شفنا كيس? اه. ولا ما شفناش كيس? اه? شفت كيس حمل في الصنار رحت للطبيب او للطبيبة وشفت كيس الحمل وظهر في الصنار. اه. اه. وبعد كده حصل سقط. اه. ومن ساعتها ما حصلش. اه. طبع عملنا تحليل للزوج? تحليل سائل منوي? اه. عملنا تحليل وطلع كويس. تمام يعني. وطلع كويس. حضرتك تبعت طبويض كويس? اه. تبعت الطبويض وخط المنسيطات بس برضه ما ديش حاجة. يعني تبعت الطبويض طلع سليم. اه. طيب تمام. عملنا اشعب السبغة? لا ما عملت. طيب نلجأ للاشعب السبغة عشان نشوف الدنيا عاملة ازاي? يعني هو حضرتك لو انت برضو نرجع ونقول المدام لو عندها آآ يوتيوب برضو دكتور الشيدي محمد صبحي علاج العقل. هتلاقي كل حاجة بالتفصيل. يعني عاملين حلقات وحلقات. يعني هتلاقي السلسلة التحليل السائل المنوي ازاي نعمله وازاي نقرأه وازاي كل حاجة. هتلاقي الدنيا ماشية وكله ان شاء الله ربنا يسر الخير. طيب كات المدام اللقصر بتقول هل ده حمل خارج الرحم? وهل كل حمل خارج الرحم يستلزم دخول قط العمليات? لا طبعا. لا طبعا. انا بشخص حمل خارج الرحم ازاي? ان حضرتك انا بعمل تحليل الحمل الرقمي. الاقيه عالي ولاقي الرقم المراضف ليه. يعني الاقي تحليل الحمل الرقمي اربع تلاف. الاربع تلاف دول الاقيهم ولا الخمس تلاف دول اصادهم. انا المفروض هذه السيدة حامل في اربع اسابيع او خمس اسابيع. انا من معلوماتي كطبيب ان المفروض المرحلة دي يظهر كيس الحمل في الرحم. طب لا ما ظهرش. وانا عامل الصنار المهبلي بشوف كيس في الادينكسا او في اطراف او جانباي الرحم. يبقى ابتدي اشك. ده كده ابتدي اشك. هشوف الرقم بيعلى ولا لا? اتابعه كويس. وخلاص شخصت ان هو حمل خارج الرحم. انه عين كبار جدا من حمل خارج الرحم. واحد يحتاج تدخل جراحي حتمي في نفس الوقت. اللي هو حمل خارج الرحم. حصل له disruption او disturbed اكتوبك. يعني خلاص هذه السيدة انفجر كيس الحمل جوه سواء كان في الانبوبة او في المبيض. دي حضرتك لازم تتلحق. لان دي خلاص في نزيف داخلي. وهذا النزيف ممكن يؤثر ويودي بحياة هذه السيدة. وساعات بنشوفها كتير. تبقى السيدة جاية بافتة بيضة. بنعمل خلاص انتهت. هي جايبة اتنين تلاتة لتر جوه. فهي حسب ما بتبقى السيدة موجودة. وعشان كده دايما كان يقولولنا دكتور النسا الشراطر لازم بيقى فيه حاجة ثلاث حاجات في دماغه. اكتوبك مايندد. انه هو دايما بيفكر ان السيدة دي عندها حمل خارج الرحم. اندومتريوزز مايندد. ان دايما هذه السيدة ممكن تعاني من بطنة الرحم المهاجرة. تي بي مايندد. نايما ممكن هذه السيدة تعاني من اعراض مرض السل او مضاعفاته. فانت حضرتك طالما قلنا لو الحمل خارج الرحم حصله ديستيربيد. يعني خلاص انفجر جوار البطن. لا ده لازم تدخل الجراحية. طب التاني. ليها بقى درجات. انا بشوفه في السنار كم سنتي. واتابعه. وممكن ما ادي له حاجة اسمها ميتوتريكسيت من برا. بحيث ان هو يقضى عليه داخليا وينزل وينتهي. انما لقيت اي فيه تغير. لا يبقى. بابتدي اتدخل جراحيا واشيل. طبعا هو الموضوع بيبقى مؤلم للطبيب والمريضة. اللي اتنين مع بعض. لاني ممكن في اي لحظة من اللحظات انا بقى متابع جيد لهذا الحمل خارج الرحم وهذه السيدة يحصل انفجار. لا يبقى على طول انا بنصحها وبقول لها انت حضرك تتابع كويس. حصل كذا كذا كذا. نجري على المستشفى انا حصلك على طول ان شاء الله. هما بيقولولي خلاص احنا كده الحلقة. سبحان الله الوقت تجري بسرعة. ان شاء الله على وعد بالقاء لو في حلقة تانية ان شاء الله نبقى نكمل مع بعضنا. كان معاكم دكتور شهدي محمد. استشاري امراض النساء والتوليد والعقمة. اطفال الانبيب والحقن المجهري. على وعد بالقاء اذا كان في العمر بقية. وكل عام انتم بخير. وما تنسوش اللي بيتفرجوا عليه يدعو لنا كده بظهر الغيب. لعل وعصى ان شاء الله ربنا يتقبل دعوة من حد كده يعني يبقى الشاشة بيتفرج علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.